صباح الخير مساء الخير وقت ما شفتو الفيديو كنتمنى انكم تكونوا باخير لانكم كتستاهلوا انكم تكونوا باخير اي واحد معاي في القناة اي واحد ان شاء الله غايكون باخير و لما كنتيش باخير غايجيو واحد نار وغتقول لباخير وكيف قلت لكم الواحد غير يمشي على الطريق الصحيح ومن تنظروا للطريق الصحيح رافيه بزيف دي الحاجة بزيف دي الحاجات بزيف دي الحاجات وكل واحد كيفش كيشوف الطريق الصحيح وبالمناسبة قبل من بدأت الفيديو اللي غنقدر فيه على واحد الموضوع اللي هو مهم كيهم لبنات اللي وما باقين ما تزوجوش اللي عاد غير تزوجو وحتى العيلات اللي مزوجين لان مشي اي وحدة اللي مزوجة ره يفهم الحياة الزوجية ونقول لكم حاجة اللي هي مهمة بزيف لهذا اللي غنقول لكم انا غير رأي ديالي يعني ممكن انا نقدر نكون صح نقدر نكون غلط واللي كتنطابق عليه وما كتنطابقش عليك انتيايا وهذا هو الغلط يعني كيلي كياخد لهذا ديش واحد وكيطبقها مية في المية ولكن لهذا اللي غنقول انا بحل غنقدر معاكم اختكم الكبيرة ولا خالتكم ولا عمتكم يعني انا غنقدر من المنظور ديالي ومن تنظر على الطريق الصحيح طلعاش عندي واحد سيدة وقبل ما نبدأ الفيديو نظر في موضوع قلت لي وانتيا بعد تشد الطريق الصحيح زي ما ما ديراش الحجاب كيلي كيصحاب لي بللي الحجاب ره هو الطريق الصحيح ما نهضرش في هذا الموضوع لانني انا مشي مفتي وما جيش لتونس انا وليكن سافر باش انني كندير الدعوة كنشر الدعوة انا قاسة كنسارة وكنفوج مع راستي ومن كيجي وقت الخدمة وكيجي وقت المسؤولية وهذا اكيد كنكون دائما حاضرة في البلاسة يعني كل البلاسة فين ما جنكون وخاسنا اللعب والدور في ذيك البلاسة من كونو كونجي دو زرواقص ديالنا وغنساركم وغنهضرو في واحد الموضوع اللي كلك لكم غيهم البنات اللي ومجوجين والبنات اللي عدا كيفكروا يتجوجوا لا يسهال على اي واحد احنا كنش منه الخير لأي واحد فغنهضرو على الموضوع شنهي احسن علاقة تكون بينك وبين الراجل هذي بالنسبة للمرأة اللي مجوجة وشنهي الحاجة اللي مهمة خسكم تركزوا عليها في العلاقة بينك وبين الراجل سواء كنتي عاد غا تقلبي تجوجي او انكي مجوجة يعني كل واحد الضروف دياله انا كنهضر اون جنرال وعلى حسب الرأي ديالي يعني مثلا البنات اللي باقين ما مجوجينش حاولوا دائما انكم تشوفوا الراجل ما تشوفوش كمادة ومن كنهضر على مادة يعني هذي الراجل رغي هو مثلا واحد الحاجة اللي هي مادية وانا غنجوج بيه باش يحقق لي الاحلام ديالي وباش يساريني وباش يتهله فيه وديلي اذي شي اللي انا كنت منه لانه الراجل مشي وحف الأمنيات والحيات اون جنرال رهي مشي حفل أمنيات الحيات الحيات مش اي حاجة كنت منه واكل القوى كين حاجات وكين مثلا حاجات اللي احنا كنرسموهم حاجات اللي كنخطوهم ولكن كين القضاء وكين القدر كين حاجات اللي احنا كنش منوهم وربي سبحانه وتعالى مثلا كين ينشيب ناس كتبقى لاسقى في شي واحد لاسقى فيه لاسقى فيه وكش يقول لك راني بغيته مثلا وخي كله باسعليه ولا هادا وكيبغيه في الولو كيمشي كينساحب وكش بقى لاسقى فيه لانه هي بغاشو على المادة ولكن هو كيمشي وكيخليها فهو منك يخليها بحلة هي يصافي كش فقد الأعمال بالحكس يلا خليك هذا خين اللي وضنيت أنه غيسعدك وغيوصلك وغيحقق لك الأهداف ديالك راتي واحد ما يمكن يحقق لك الأهداف ديالك إلا انتية انتي هي صاحبات القرار انتي ليتقدري تحقي الأهداف ديالك هذا خين اللي غتيا كديره هو حقق الأهداف دياله وسالة هادا اللي بغيش ينشي كمادة وكتشوف فيه كأنه حاجة اللي هي مادية روح حقق الأحلام دياله خاص هاد الوقت الوقت رات بدلت وجنراسيون تبدلاش يعني إلا كنتوا بغين تجوجوا البناس ركزوا على حاجة اللي هي مهمة هي العشرة الطيبة الفلوس إحنا اللي كنديروهم وكيبقى كل شي قسمة وناصيب زوين أنكم تاخدوا راجل اللي يكون ميسور وكينا كل واحده رزقه وكل واحده القصة دياله ولكن ركزوا على حاجة مهمة بزف بزف هادك الراجل وش هو بغيكم بغيكم كشخص وانتي وش بغاه كشخص إلا كنتي فعلا مثلا هادك الراجل بغاه فقط الماديين مع امرك ما غاجوني مرتاحة معاه لأن المادة تقدر أنت تخدمي ودير الفلوس كنا نقدرو نديره الفلوس فقط هادوك الفلوس يكونوا حلال باش ربيك يبارك فيهم هادوك الفلوس يكنديرو يكونوا حلالا طيبا وديما من تركزوا على الراجل تركزوا على العشرة الطيبة أنه ذوك الراجل يكون معقول أنه غيت هلافاك أنه غيرد بالو عليك يعني غيدير بالو عليك يعني حتى الزواج را ماشي غي فلوس. الفلوس را مرات الفلوس يكونوا فالبانكة. طب موبيلة يكونوا فالغاراجات. شوفيش كونه هو ذاك الراجل اللي غيكون تكي حداك. الراجل اللي ممتلا ممكن اللي سافرتي معه غيكون 24 ساعة معك. الى مرتي غتلقى حداك يواسيك ولا. الى في اي ضرف غتلقى السند ديالك. الفلوس را هم مهمين ما ننقروش باش ما نكذبوش. ولكن ماشي ما تجوجوش على قبل انكم الفلوس باش تحقوا الاحلام ديالكم. مي غتجوجو وتقدر يديري الفلوس انتي وياه يقدر يكون عنده هو ديج الفلوس ويتالى فق وما يحتاج الفلوس ديالك. يعني تجوجو الراجل اللي هو كي يبغيك. تجوجي الراجل ما يكونش مزلوط مكحط عوش يعني. الراجل ما تاخديش كمادة. الراجل خودوه كأنه هو يكون بارتنر. العلاقة احسن علاقة تكون بينك وبالراجل اللي تجوجي بيه. سواء كنتون جوجين ولا عدد تجوج ماشي علاقة جنسية. تكون علاقة صداقة. تكون علاقة مودة. ما تبقوا تشوفو في المادة كاساس. لان بزيت العلاقات وبزيت زيجات اللي دارو. اللي خسرو وفشلو علاش لانهم. ركزو على المسألة المادية. ما تشوفش ذاك الراجل وش كي يسكير ولا كي يشرب ولا كيتحشش ولا غيدربها. اللي هي كتركز على حاجة مهمة. هو انو ذاك الراجل خاصو يكون لاباس عليه. وخاصو يحقق لي الاحلام ديالي. لاناني انا. فاشلة. وماقدرش نحقق الاحلام ديالي. الراجل ماشي هو جنس ولولاد ولقطة سيكسيال. الراجل هو واحد انسان اعتبره انت طفل وتراري به. وفاد الحياة يعني منك تختاري شي واحد انك تجوجي معه. يعني فكري انك غتبقى معاه. هادك هو الكامب اللي ديالك. هادك هو شريك الحياة. خاصك تهلاي فيه. ويتهلافك يعني تعلمه في الحياة. ماشي حتى تاخدوا الراجل فقط انكم فقط للاخذ. رهد الحياة باش ننجح حياة زوجية. خاصك الاخذ والعطاء. هاد الهدرة اللي تنقول لك انا عن تجربة. يعني انا متنقولش لك الراجل هو خاصك تمشي وتنصبع ليه وتستغل ليه. فالفلوس. رضا رولي الراجل خاصك تكون عنده شوية الفلوس. وحتى انت يحاولي انك تكون عندك دائما استقلالية مادية. زواج مش حرب. اهلية. زواج هو واحد العلاقة اللي مبنية على الصحبة. على المشاعر. مبنية على السند. مبنية على بزفت الاسس. مبنية على الاخلاق. مبنية على الاحترام. رمش يغل الفلوس. رمين تيدخلوا الفلوس. تيدخلوا البانكة. والطموبيل كتكون في القاراج. والآتات محتوط في بلاس سورة كتبقى غير العلاقة بينكو بين هادك الراجل. فين ممشيش وفي دوره في خيبة. في دوره في زوينة. هسكم تفكروا النهار. ما تتفكروش النهار الخطبة. فكروه النهار الغضبة. نهار ترى شي مشكيل بيناجكم. ومتعرفوش حلوه. حيش كانت العلاقة فقط. علاقة مادية. علاقة جنسية. ما كانش علاقة ديال الصحبة. أحسن علاقة تدروها بينكو بين راجلك. هي علاقة الصحبة. تكونوا صحاب. وتكونوا سيند لبعضياتكم. لأن الزواج ما عمره مكان حرب. بالعكس. الزواج هو حياج خرا. هو سلام. يعني الواحد منك يتجوج. كي بغي يرتاح ويبدحية جديدة ومسالمة. ماشي يدخل في سيارة عاش وعطيني نعطاك فلوسي فلوسك. لكن انت غتتجوجه وغتتبقى يتحاسبي وبغي فلوسك وبغي فلوسه. أحسن حاجة. جو بريفير أنك يبقى يبوحتك ويبقى فلوسك عندك. لأن الحياة ما عمره مكان. فلوس مهمين يعني وسيلة أن نرتاحه. ولكن ما عمره مكانه. وما سبب السعادة. لأن الفلوس إحنا اللي كنديرهم. من تختاروش يواحد عافقهم والبنات. ما تختاروش لأنه عنده الفلوس. ولكن اختاروه لأنه غايكون سند لكم. ودائما الفلوس قدروا تديروهم بجوجكم. وقدر هو يكون عنده ربي سعال عليه. يعني كل شي كيبقى أرزاق وكيبقى قسمة ونصيب. المهم أنكم تكونوا عارفين أشنو باغين. ومعمركم ما تشوفوا في ذلك الشخص تاخر استغلال. ولكن تشوفوا دائما أن الرجل علاقة صحبة. خليت لكم مراحة حولينا. نتمنى الميساج ديالي يكونوا يوصل. وإن شاء الله في فيديو آخر تكون دردشق فيه فعليكم. كمبغيكم. كمبوسكم واحد واحد. ونشمنى أنكم تكونوا باخير لأنكم سهلوا أنكم تكونوا باخير. ترجمة نانسي قنقر